موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم والبداية بالعنوين موسيقى حكومة بلادنا ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء موسيقى التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للحوثي ومصرع أكثر من ثلاثين حوثيا غرب مأرب موسيقى الجيش الوطني يصد هجوما حوثيا في حرظ بحجة ويفشل عمليتي تسلل للحوثيين في مكيراس والملاجم بالبيضاء موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموسائل محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر عزاه فيها في وفاة شقيقه محمد طاهر وأشار رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته لافتا إلى أدواره الوطنية والاجتماعية وأصلاح ذات البين وعبر فخامة الرئيس عن خالص التعازي والصادق الموساه بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جداته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق روكن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساء إلى محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر وإخوانه عزاهم فيها بوفاة أخيهم الشيخ محمد علي طاهر وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة الطاهر سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساء إلى محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر عزاه فيها في وفاة شقيقه محمد طاهر وأشاد رئيس مجلس الشورى في البرقية بمراقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية وحبه لعمل الخير وإصلاح ذات البين معبلا عن خالص التعازي وصادغ المواساه بهذا المصاب العليم ومبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي أن المبادرة تتضمن وقف إطلاق النار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإذاع الضرائب والإيرادات الجمهورية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استوكولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد تيموتين اندر كينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان ودفع جهود التوصل إلى الحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة وتدعو المملكة والحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يخونوا شركاء في تحقيق السلام وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطني على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف مراقبة الأمم المتحدة رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكولم ودخل السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014 ودعم العودة للمشاورات السياسية وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني وفي بيان انطلقته وكالة الأنبال يمنية سبا قالت الوزارة نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها لمبادرتنا لفتح مطار سرعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقت مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين مقابل تضليلها لمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين وأشار إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحمة بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها الميليشيا الحثية في مارب وتعز وحج والجوف والبيضى والضالع وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيا المدعومة من إيران بالسلام واختبار لمدى فعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستيناف المسار السياسي وأضافت وزارة الخارجية تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وثقا للمرجعيات الثلاثة على رأسها قرار مجلس الأمر رغم 22-16 وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدموه لليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا والذين نقفوا إياهم سويا أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد الوصابي ومحافظي محافظة تعز نبيل شمسان ورئيس جامعة تعز الأستاذ دكتور محمد الشعيبي المؤتمر الدولي للتكنولوجيا والعلوم والإدارة وذلك في قاعات جامعة تعز وتطبيق الزوم التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة نعائم خالد أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إلى الدول الإيجابي التي تلعبه جامعة تعز في تطوير المجال البحثي والعلمي كوز جزء أساسي في العملية التحريرية للمحافظة جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الدولي للتكنولوجيا والعلوم والإدارة والتي تنظمه جامعة تعز على مدى ثلاثة أيام لمناقشة 102 بحثا علميا عبر تطبيق الزوم يمنيا وعالميا جامعة تعز تحتضن اليوم المؤتمر الأول الدولي على مستوى جامعة تعز في مدار تاريخها دشنت في هذه الأيام الصعيبة التي مدينة تعز تعيش مرحلة النفير نقول من هنا ومن كلية الهندسة نحن في البحث العلمي نتصدر هذا المشهد تشارك معنا 12 دولة في جميع دول العالم يتجاوز الأبحاث المشتركة أكثر من 138 بحثا نقدم رسالة العلم نقدم العلماء نقدم رسالة أن مدينة تعز هي بيت العلم والتقافة ومن نجاح إلى نجاح الجامعة تعز لمدينة تعز اللي يمن بشكل عام مؤتمر الدولي بالتكنولوجيا والعلوم والإدارة هو أول مؤتمر يقام في رحاب جامعة تعز يضم عدة علوم سبق فترات سابقة أقيم سلسلة من المؤتمرات في مقالة البيئة وأيضا أقيمت سلسلة من المؤتمرات في مقالة الطفولة وفي ظل كان هناك دعم حكومي كبير لتلك المؤتمرات إلا أنه عندما نقارن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محوظة تعز والتي تعيشها البلد بشكل عام وإنعدام الدعم الحكومي للبحث العلمي إنعدام أنا أقول إنعدام وليس قلة الدعم إنعدام الدعم للبحث العلمي حتى فيما يخص المخصصات التي يفترض أن تأتي من رسوم الطلاب لصندوق البحث العلمي لا نحصل عليها كاملة سوى لطلبة المستوى الأول ومع ذلك استطعنا في ظل هذه الظروف وهذه الصعوبات أن نقيم هذا المؤتمر في أكثر من علم خاصة على العلوم التي نحن أكثر حاجة أو حاجة ما تسائلها في ظل الظروف الحالية الخطوة التي تنطلق إليها جامعة تعز في الرياضة والبحث العلمي المؤطر على أسس علمية وأكاديمية تفيد المجتمع والبيئة العلمية التي ترنو إلى التطور الأكاديمي ورفع سقف البحث العلمي الذي يطور المجتمعات طبعا الجامعة تعز عندها استراتيجية هذه الاستراتيجية تركز على التوقف التقني وسبقا جامعة تعز قطعت خطوات كبيرة في مجال التحول إلا أن ظروف الحرب أتت وتقريبا جمدة الكثير من المشاريع وهذه اليوم جامعة تعز تعز مثل هذا التوقف بإنقاد مؤتمرها الأول للعلوم والتكنولوجية والإدارة ويأتي هذا المؤتمر لمناقشة الكثير من الأبحاث العلمية واستقدمت فيه التكنولوجيا الحديثة في مسألة التراسل والأبحاث وهذا التوقف يحسب الجامعة تعز كأول جامعة فيها الجانب الحكومي مؤتمر الدولي الذي عقد اليوم في رحاب جامعة تعز وعبر نظام الزوم يمثل نقلة مهنوعية وحدث استثنائي بالنسبة لجامعة مثل جامعة تعز وتعيش ظروف صعبة في ظل وضع استثنائية تعيش المحافظة بصورة عامة ومدينة تعز بصورة خاصة المؤتمر حدث علمي يستحق الإشهادة والتقدير لأنه بذلت جهود كبيرة عبر هذا الحدث العلمي هذا حدث علمي على مستوى دولي يظهر جامعة تعز وكفاعل أساسي وشريك قوي وحاضر في مجال البحث العلمي في الأبحاث التي قدمت وفي الرعاية ومدموعها كبيرة من الأبحاث التي قدمت من خلال هذا المؤتمر تعز وقامعتها تقول كلمة حتى في زمن الحرب نايم خالد قناة عدم فضايا تعز أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية تدمير منظومة دفاعية جوية تابعة لمليشة الحوثي تضم خبراء أجانب في محافظة بارب وذكر التحالف العربي في بيان له أن تدمير المنظومة الشاملة كافة مكونات النظام ومقتل الخبراء الأجانب وكان التحالف أعلن في الثاني عشر من مارس الجاري أعلن تدمير منظومة دفاع جوية للحوثي في مارب وفي سياق ذاته شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات في صنعاء وقال التحالف أنه أو أنه نتج عنها تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة تكبدت ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة بين إيراني أبطال الجيش الوطني وطيراني تحالف دعم الشرعية في جبهة القتال غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش كسروا هجمات شنتها ميليشيات الحوثي في جبهتي هيلان والمشجح وانتهت بمصرع أكثر من ثلاثين عنصرا من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات مؤكدا تكبد الميليشيات أيضا خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدفت جمعات متفرقة لها غرب مأرب فيما دمر طيران التحالف العربي خمسة أطقم وعربتين مدرعة وناقلة جند ومصرع جميع من كانوا على متنها تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم حوثي على مواقعها في جبهة حرض شمال محافظة حجة وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة أن ميليشي الحوثي شنت هجوما على مواقعها في جبهة حرض تمكنت قوات الجيش من التصدي له وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت أثناء محاولة التسلل الحوثية مشيرة إلى مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين في تلك المواجهات وفي وقت سابق تصدت تشكيلات بحرية تابعة لقوات الجيش الوطني لأهجمات حوثية متزامنة في مدرية عبس تكبدت فيها ميليشي الحوثي خسائر فادحة أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولتي تسلل نفذتهما ميليشي الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على مواقعها في مديريتين مكيراس والملاجم بمحافظة البيضاء وأكد مصدر ميداري أن وحدات عسكرية من لواء الأماجد مسنودة من المقاومة الشعبية أحبطت محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء محاولتها التقدم في منطقة حظ شرجان بمديرية مكيراس ودارت مواجهة عنفة بين الطرفين بعد أن دفعت الميليشيات بالعشرات ممن حشدتهم من خارج المحافظة انتهت بكسر المجاميع المتسللة وتكبدها خسائر بشرية فادحة تاركة وراءها عددا من قتلها وأسلحتها أصيبت طفلة إثر قصف شنته ميليشي الحوثي الإنقلابية على قرية سكنية بمديرية مقبن قرب محافظة تعز وقال مصدر محليون أن الطفلة ليان محمد صالح أصيبت بجروح جرى قصف مدفعي لميليشي الحوثي الإنقلابية استهدف القصف قرية القشعة بمديرية مقبن قرب محافظة تعز وأضاف المصدر أن المناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني في الأيام القليلة الماضية باتت تتعرض بين حين وآخر للقصف من قبل ميليشي الحوثي الإنقلابية التقى نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث بوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف ووكيل جهاز الأمن السياسي العميد نور الدين اليامي وعددا من القيادات في الوحدات الأمنية بمحافظة مأرب ونقش معهم مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية وسبل معالجتها استمع أبو الغيث من اللواء بن عبود إلى شرح مجز عن ما حققته الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من إنجازات ونجاحات أمنية في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب وضبط الخلايا الحوثية الإرهابية خلال الفترة الماضية من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية على دور الإدارات العامة لشرطة المحافظات المتواجدة في محافظة مأرب والمهام المنوطة بها في دعم ومساندة الأبطال في الجيش الوطني في عموم جبهة القتال في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه محافظة مأرب مؤكدا أهمية تقديم الدعم الكافي للوحدات الأمنية لتقوم بواجباتها بكل كفاءة واقتدار كما استمع نائب رئيس مجلس الشورى من وكيل جهاز الأمن السياسي العميد نور الدين اليامي إلى شرح مفصل عن سير عمل الجهاز وأدائه في هذه المرحلة الفارقة التي يسطر فيها أبطال الجيش الوطني ملاحمة بطولية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية أكد أمين عامل مجلس المحلي بمحافظة المهرة السالم عبدالله نيمر وقوف أبناء محافظة المهرة مع أبناء محافظة مأرب وأكافة أبناء الشعب اليمني وذلك خلال لقائه بمحافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة وجدد نيمر وقوف أبناء المهرة والسلطة المحلية مع أكافة أبناء محافظة مأرب وأبناء الجيش الوطني في كل بواغع الشرفي والبطولة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الجمهورية أن صمود مارب يمثل صمود اليمن كلها من جهته قدم محافظ محافظة مارب الوسطى العردة قدم شكره لأبناء المهرة وسلطة المحلية موثلة بمحافظ المحافظة وأكدنا أن وصول القافلة إلى مارب لها دلالات ومعاني عظيمة تعكس مدى أواصل التواصل وتعطي انطباعا بوحدة أبناء اليمن كافة وكان أمين عام محل المهرة وصل على رأس القافلة الإغاثية المقدمة من أبناء محافظة المهرة دعما لإخوانهم في محافظة مارب في ذات السياق وصلت إلى مدينة مارب قافلة غذائية متنوعة مقدمة من أبناء محافظة شبوة لدعم صمود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المحافظة وقال وكيل محافظة مارب لشؤون الإدارية عبدالله الباكري أن القوافلة الشعبية التي وصلت إلى مدينة مارب خلال الأيام الماضية من عدة محافظات دليل على وعي أبناء الشعب اليمني بخطورة المشروع الحثي العنصري ورفضهم لانقلابه الدموي ويؤكد التفاف اليمنيين خلف جيشهم الوطني ويعبر عن موقفهم الداعم والمساند للجيش الوطني في معركته الوطنية ضد الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران مشيدا بالمواقف المشرفة لأبناء محافظة شبوة في هذه المرحلة الاستثنائية والحرية ومختلف مراحل النضال الوطني وجدد الباكري شكر أبناء محافظة مارب لإخوانهم أبناء محافظة شبوة على موقفهم الداعم والمساند لأبطال الجيش الوطني والمقاومة وأبناء قبائل مارب وكل أحرار اليمن الذين يخوضون ملاحمة بطولية لدحر عدوان الميليشيات الانقلابية على محافظة مارب وكسر شوكتها وإفشال مخططات إيران التوسعية في اليمن والمنطقة من جهته أوضح وكيل محافظة شبوة عبدالقوي لمروق أن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في أطراف محافظة مارب هي معركة كل أبناء اليمن الرافضين للإنقلاب الحوثي الفاشي والمقاومين للأطماع الإيرانية وأحلامها التوسعية والمتمسكين بالثورة والجمهورية واليمن الاتحادي الجديد وأكد لمروق أن أبناء محافظة شبوة ومعهم كل أحرار اليمن يقفون اليوم مع مأرب ويساندونها ويدعمونها بكل مقاومات الصمود في وجه هذه الميليشيات الباغية ويسيرون مزيدا من هذه القوافل وسيرفدون الجبهات بالرجال والعتاد دعما للأبطال المرابطين في مواقع البطولة والشرف تتواصل في مديريات مدينة تعز فعاليات النفير العام والحشد الشعبي لمساندة الجيش الوطني وسط حضور من السلطة المخلية والعسكرية والمجتمعية لتحرير بقية محافظة تعز عقب دعوة محافظة المحافظة نبيل شمسان للنفير العام وأسناد الجيش الوطني تفاصيل في التغرير الذي عدته الزميلة نعائم خالد بحضور وكيل محافظة تعز عرف قامل وتحت شعار معا من أجل استكمال تحرير تعز نظمت السلطة المحلية بمديريتي القاهرة وصالة اللقاء الموسع التوحيدي لجهود الرسمية والشعبية لدعم الجيش الوطني لاستكمال التحرير بجهود شعبية ومحلية طبعا تلبية لدعوة الأخ الأستاذ نبيل شمسان محافظة المحافظة الرئيس المقلس المحلي لدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة تعز وذلك بدعوة بمديريتي الصالة والقاهرة للنفير العام والدعم والإسناد للجيش لاستكمال التحرير والقود بما لديهم المال والأنفس وكل ما يستطيعون تقديمه لتحرير هذه المحافظة من كوبا مديرية صالة مثل سائر مديرية المحافظة استقابت لدعوة النفير العام التي لعنها الأخ المحافظ قبل أسبوعين من هذا اليوم وهو الحقيقة كان قرار تاريخي تفاعلت معه جميع مديرات تعز بل جميع من المحافظة وقد وضلتهم في هذا القرار الذي كانوا يبحثون عنه منذ ست سنوات حتى قال أستاذ نبيل شمسان وأصدر هذا القرار وكان يمثل بالحقيقة هواقس المجتمع التعزي بكل مديرياته مدير الصالة مثل غيرها بدأت في جمع التبرعات والإسناد السعبي وإن كانت الحقيقة قد بدأنا نحن قبل ثلاثة أسابيع قبل أن النفير العام كنا قد جمعنا جمعا أكبر من هذا اللي رأيتمه اليوم لأن الظروف كانت ربما أفضل اليوم في ظل القائحة يعني كان بسبب القائحة الحضور أقل فأقول المديرية الصالة تجمع التبرعات وتوسير الحملات الغافلة لكل القبهات ونحن لدينا سبع قبهات تقريبا في مدير الصالة مفتوحة تبتدئ من الصالة ثم تنتهي في الزهراء هذه كلها ستة قبهات مشتعلة أو تشتعل بين الحين والآخر اليوم المشتعلة منها ثلاث تقريبا في الكريفات وفي وادي صالة وفي فرز الصنع هذه القبهات تحتاج إلى إسناد نحن بالمديرية برغم إن كانتنا المحدودة إلا أننا لا نقصر وقد وضعنا كل مقدرات المديرية لصالح القيش الوطني شعف محافظة تعز يقول كلمته وإرادته في التخلص من الحرب والحصار الذي استمر ست سنوات على المدينة وكانت تبعياته كبيرة والقنس والتنكيل بالمواطنين والأطفال والنساء ميليشي الحوثي الذي لا بد من دحرهم من تعز بسواعد أبطالنا في القيش الوطني الميليشي الوطني في تعز يعاني بل ويقاتل دون أدنى مقومات وخلاص السنوات لم نجد من أي داعم لم نجد من المسؤولين عن داعم الجيش إلا الوعود هذا ما يمكن أن نقوله إلا القليل النادر ولهذا شهدنا خلال الفترة الماضية توقف للجبهات ولكن حينما جاء الدعم الشعبي والإسراد الشعبي رأينا الجيش يتقدم الكيلوهات وإن شاء الله سيتوارد نصر بدعم ومساند المجتمع وكذلك السلطة المحلية وكذلك الشرعية والأخ الزعيم عبد المصر هادي الذي تفضل مشكورا بدعم هذا الجيش المناظل المقاتل فنشكره كثيرا وتمنى استمارها الدعم حتى انتهى التحرير الشامل للمنشيق العام وإنهاء المؤامرة الدولية على اليمن النفير العام من منظمات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام من أجل إسناد وتعزيز قهود الجيش ما زالت مستمرة في محافظة تعز ومديرياتها واليوم مديريتي صالة والقاهرة تدعو إلى النفير العام من أجل تحرير محافظة تعز نعايم خالد قناة عدن الفضايا تعز بحث سفير بلادنا في القاهرة الدكتور محمد مارم مع رئيس الغرفة التجارية محمد إمبابي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المستثمرين اليمنيين والغرفة التجارية المصرية وإمكانية عقل برتكولات تعاون واتفاقيات مستقبلية من شأنها تعزيز الشراكة بين التجار اليمنيين والمصريين وأتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين وأكد مارم على أهمية إيجاد مضلة لتنسيق وتوحيد الجهود وتكفل تنظيم التواصل بشكل رسمي بهدف تفعيل الاستثمار اليمني وتوجيهه بطريقة تلتزم بقانون الاستثمار المصري وجذب رأس المال اليمني إلى مصر وقال إننا نشجع التجار اليمنيين على زيادة استثماراتهم في بلدهم الثاني مصر التي فتحت أبوابها واستقبلت اليمنيين بكل أطيافهم وناصرتهم في السراء والضراء فضلا عن الاستفادة من قوانين الاستثمار في مصر التي تسهل وتضمن حق المستثمر علاوة على البيئة الاستثمارية الواعدة لهذا البلد الذي تبشر بمستقبل مشرق للاستثمار سيما بعد نزوح عدد كبير منهم خارج اليمن جراء انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة من جانبه أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجالية اليمنية ودور رجال الأعمال اليمنيين الملموس في السنوات الأخيرة مؤكدا على تعزيز العلاقات التجارية مع المستثمرين اليمنيين لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين وتطوير أوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات الاستثمارية الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطغس ودرجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 انتهت اخبارنا ولمن فاتته هذا تذكير بأبرز العنوين حكومة بلادنا ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف اطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء التحالف العربي يدمر منظومة دفاع قوي للحوثي ومصر أكثر من 30 حوثيا غرب محافظة مارك الجيش الوطني يصد هجوما حثيا في حرص بحجة ويفشل عملية التسلل في مكيراس والملاجم بمحافظة البيضاء نشرة الاخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية اشتركوا في القناة